النهاردة أعلن الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة في مؤتمر صحفي بمقار الوزارة وقال إنه النتيجة 74% وقال إنه يعني دي لحظة تاريخية حسب كلامه لإنها بتحقق المفهوم الجديد أو النظرات الجديدة أو النظرة الجديدة للسنوية العامة إنها ما تبقاش فيها الرعب بتاع كل سنة وإنه تتجه النتائج نحو الجوانب الواقعية واللي بيحتاجها المجتمع أكتر ويقصد تنسيق يعني الوزير أيضا قال إنه أعدنا للشهادة احترامها ورونقها ولا يقال لذلك من فرص الطلاب للالتحق بالجامعات في ظل ازدياد الفرص بتسارع شديد وقال تعالوا نتكلم عن التعليم الجيد أحلامكم اللي انحققها في أماكن توفرها الدولة كالزكاء الاصطناعي والبرامج الجديدة والكليات الفنية والتكنولوجيا المضافة حديثا وقال إحنا بس قدرنا نحاول السنوية من الزمن إلى شيء أقرب لما يحدث حولنا والدفع دي مميزة وستفخر بنفسها في أول سنة جامعة ده أهم ما جاء فيه كلامه الدكتور خادع بفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللي هو مسؤول بقى عن الجامعات قال إنه الجامعات أو عدد المؤسسات اللي هتستقبل طلاب السنوية العامة 307 مؤسسة تعليمية موجودة بالتعليم العالي وإنه مؤشرات النتيجة تؤكد انخفاضها 10% عن العام الماضي وقال إن الأوائل هذا العام وصلوا 47 طالب والأولى بالشعب الأدبية حصلت على درجات 388 درجة والأولى في علم علوم 404 درجة ورياضة 404 أيضا درجة وقال نسب نجاح طلاب علوم وعلم رياضة أعلى من المجموعات الأدبية وقال إنه مفيش طالب حصل على 100%